اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان اصلاح التعليم هو امل مصر في الفترة اللي جاية نتمنى لهم التوفيق ونتمنى ولادنا كلهم التوفيق ان شاء الله كل ازانهم طيبين انا محمد عبدالغفار انا ولية امر الاتنين طلبة هنا عمر وحبيبة عمر برايماري 2 وحبيبة برايماري 1 يعني انا صراحة معجب جدا بالتجربة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي وشايف وسعيد ان انا اولادي يعني ربنا اكرمهم وعرفت يعدوا الاختبارات ويوصلوا صراحة اشهد ان اي كانت اختباراتنا زيها لدرجة كبيرة جدا واخيرا انا شايف ان لو كل المدارس عملت نفس التجربة اتوقع ان احنا هنلاقي تعليم بجد في مصر وعايز اقول عن المشروع ده انه ده اول مشروع في مصر انا سعيدة جدا انه طلع من الشيخ زيد لان انا من قطيني مدينة الشيخ زيد من سنة 99 وكان ليه نشاطاتك كتير جدا في المدينة سواء بقى في مجلس الامنة او في الجامعات المستثمرين جامعات الخيرية وبعدين لما المشروع يطلع من الشيخ زي مدرسة بالشكل العظيم ده بالتعاون مع مؤسسة طبعا جيرين لند اللي لها تاريخ عظيم انا اعتقد ان المشروع ان شاء الله حينجح نجاح غير عادي والمفروض ان احنا كلنا الحقيقة نسنده عشان يعني كل اللي يقدر على حاجة يقدمها عشان المشروع ينجح وينتشر على مستوى الجمهورية كلها في مدارس كتير يعني شكرا انا بشكر المدرسة جدا على كل اللي عملاء بجد يعني رباني يكرمهم ان شاء الله ان شاء الله كل حاجة جميلة جدا في المدرسة مفيش يعني مفيش غلطة فيها بأمانة رباني يكرمهم ان شاء الله وانا شرف ليا فعلا ان ابني قبل في المدرسة في حقيقة النهاردة احنا بنمر بتجربة جميلة جدا ان احنا عندنا مدرسة دولية منوطة بالتدريب والتعليم على اعلى مستوى خاصة في اللغة الانجليزية واللغات الاخرى بالاضافة لتدريس المناهج باللغة العربية واللي هي سهل على الطلبة عملية التحصيل وان المدرسة دي هيخرج منها الطلبة بشكل ميسر على التحق في كليات دولية ودولات كمان كليات موجودة في مصر وخارج مصر انا شايف المدرسة فكرة جميلة وطفرة جديدة في عالم التعليم يا رب تلاقي بس استحسان من الناس وتلاقي رعاية اكتر ومسئولية اكتر من المسئولين وكده لان انا شايف ان هدفها نبيل جدا وهدف سامي جدا يكفي ان احنا في الاخر بنحافظ على هويتنا العربية هويتنا المصرية وبنحافظ ان اللغة العربية اهم من اللغات الاجنبية الباقية هدف المدرسة جميل جدا ان انت مش بتدور على طفل بنعد المجرد ان احنا بنحشله المناهج احنا بنطلع طفل مبتكر طفل مفكر بيسأل هو اللي بيبحث بنفسه ما بندهوش هومورك وخلاص يروح يعمله في البيت لا هو اللي بيبحث بنفسه عن المادة العالمية اللي بدي طلبها منه رونيا عزدي محمد هوم تيتشار فور كي جي وان سي انا مبسوطة بالتجربة الجديدة لان هي انا اول ما سمعت عنها ابتديت ابحث على انترنت ودورت عليها وعرفت ان المناهج الباكالوري هو بيخلق انسان باحث مش انسان متعلم عادي احنا عندنا مجموعة سمات وبنأمل انها تكون في ولادنا ان شاء الله وبنسع لتحقيقها اخدنا التدريبات كتير جدا عشان نقدر ان احنا نواكب الولاد دي لان احنا عندنا حاجة اسمها خرافات العصر دي احنا مش عارفنا ومش مواكبينها مع الولاد فاحنا بنبتدي نتضرب عليها بالفعل واتمنى اتمنى ان احنا من خلال البرامج اللي احنا اخدناها وتدربنا عليها ان احنا نقدر نخلق الطفل بالسمات اللي احنا تعلمناها واللي احنا اتدربنا عليه ساعتها هيكون عندنا اكتر من احمد سميح موسيح إنك مش هاركني بتبني معايا واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح مش هنمشي غير لما نرفع تاني رايا طوبة فقطوبة وبني مصر مكتوبة لبني لبني وبنك وعجبني إنك مش هاركني بتبني معايا واللي مكسور يتصلح شاركتني وحاجة تفرح مش هنمشي غير لما نرفع تاني رايا ابني طول ما فيه كمان ابني لنهيط الحياة حط مصر صدايونة ابني واحد لاتجاه يلا نهتفوا الوضع يا طوبة فقطوبة ابني اشتركوا في القناة